أهلا بكم للمنظومة الحزبية الإسرائيلية خصائص عديدة منها كثرة الأحزاب مثلا في هذه الانتخابات المرتقبة حاليا هناك 17 حزبا مرشحة لدخول إلى الكنيسة ضمن ثماني قوائم انتخابية وهذا انعكاس للتركيبة المجتمعية والقطاعية المنقسمة في إسرائيل هنا ننتقل إلى خاصية ثانية وهي التمثيل القطاعي لفئة معينة يعني نجد مثلا حتى ضمن شريحة المتدينين هناك مقسام بين فئة الحريديم الشرقيين والحريديم الغربيين والمهاجرون من دول الاتحاد السوفيتي سابقا لهم حزب والعلمانيون لهم أحزابهم المنقسمة هذا إضافة إلى النظام الانتخابي النسبي ونسبة الحسم المتدنية وبالتالي إمكانية الأكثرية المطلقة غير ممكنة سواء في الكنيسة أو في تشكيل الحكومة ما يؤدي إلى حكومة ائتلافية تحمل مصالح شخصية ومتناقضة وهنا لابد من الوقوف على نقطة مهمة جدا في الخارطة السياسية الشخصانية وغياب الديمقراطية عن الحياة الحزبية الداخلية في الغالبية العظمى كالأحزاب الدينية مثلا لا يوجد انتخابات فيها بالمطلق رئيس يعين من الحاخام تعينا وحتى في الأحزاب الليبرالية العلمالية تحضر فكرة الشخص الواحد كحزب هناك مستقبل برئاسة يائير لابيد من دون أن ننسى حزب الليكود الذي يزعمه نتنياهم منذ 15 عاما ومن ميزات المنظومة الحزبية في إسرائيل ولادة أحزاب جديدة وأفول أخرى وكثرة الانشقاقات والاندماجات إذ يغيب الطابع المبدئي والقيمي ويغلب الطابع المصلحي والفئوي فلنأخذ مثلا تحالف ميرتس العمل جيشر حزب جيشر هنا ترأسه أورلي ليفي التي كانت عام 2015 مدحالفة مع فيكدور لبرمن اليميني أي أنها انتقلت وخلال سنوات قليلة من أقصى اليمين لأقصى اليسار هذا إضافة إلى مثال مشابه من كثرة الانشقاقات يقدمه أزرق أبيض كما لا ننسى من ميزات وخصائص المنظومة الحزبية الإسرائيلية مسألتي الاستفاف السياسي وتأثير الجنرالات ترجمة نانسي قنقر